عقد على ولاية المفتي الدكتور شوق علام هذه الدار العريقة والحقيقة هذا العقد شاهد تطور لافت ونقلة نوعية يكفي أن دار الإفتاء أصبحت رقم صعب في الفضاء الالكتروني لكن قبل النقلة دية والدخول على الفتوى في العصر الإلكتروني أذهب إلى استكمال الملامح الأساسية أو القواعد المؤسسة للفتوى في دار الإفتاء كان مولانا توقف عند شمولية الفتوى أنها تشمل كل شيء وهنا كان الاعتراض والتوقف أن الفتوى بهذه الشمولية قد تؤدي إلى حرص الأرض لاتجاهات قد تستهتبل الحالة وتحول الأرض إلى حالة في مجتمعات نراها أدت إلى خرابها تفضل مولانا هو بطبيعة الحل لا يمكن بحل من الأحوال إذا كانت الفتوى في مسارها الطبيعي الصحية المنضبط بالأصول التي عليها الفتوى وفق معايير العلماء المعتبرين والتي ورثناها عن علمائنا السابقين بلا شك أنها تؤدي إلى الاستقرار الذي تكلمت عنه استقرار المجتمع لا إلى زعزعة المجتمع هو أي معالم مدرسة الفتوى المصرية؟ المعالم كثيرة أولا فكرة الشمولية وده وفق ما قرأناه من الأرشيف وجدنا أولا شمولية من حيث المكان وشمولية من حيث الموضوع كويس من حيث الموضوع الفتوى تسير في كل الاتجاهات لم تترك بابا إلا طرقته كل التي جاءت من ناقي الشبهات وعقائد ومعاملات وأسرة وأخلاق وكل ما يتعلق واقتصاد وفضاء وكل إن معاملات ما هي المعاملات هي فقه الاقتصاد أيوة نمرة اثنين أنها من حيث المكلم تقتصر الفتوى المصرية على مصر فقط اطلعت على أهل وإنما نعم وإنما جاءت إليه الأسئلة من خارج مصر وده ثابت في أرشيف بما يعني أنها مصدر موسوق به لدى المجتمعات الأخرى هل حصل استشراف من دار الإفتاء لفتاوى في مجتمعات أخرى وفي شعوب أخرى هل مثلا هناك استشراف من خلال دار الإفتاء للفقه الشيعي مثلا الفتوى الشيعي هو سيادتك كان غالب الأسئلة التي تأتي فيه والتي يعني تصدر إلينا ما سجلت في أرشيف دار الإفتاء المصرية هي أسئلة أتت من الخارج غالبا من علماء الأمة غالبا من علماء الأمة يريدون أن يستوسقوا من موقف دار أو رأي دار الإفتاء في المسألة الفلانية لأنها تعين هذا الرأي الذي تنتهي إليه الدار في هذه المسألة المعروضة عليها أتت إليه من هؤلاء العلماء في الحقيقة بتعطيهم أريحية كبيرة جدا والانطلاق من خلالها إلى معالجة قضاياه منها ما يتعلق بمسائل أصولية منها ما يتعلق بمسائل المعاملات منها كثير جدا من القضاء التي أسيرت أمام دار الإفتاء المصرية من واقع المجتمعات الأخرى هذه تفيدنا أيضا يعني تفيدنا نحن الآن وإن كان مضى زملها فإذا عندي شمولية من حيث المكان ومن حيث الموضوع في أيضا ملحوظة مهمة جدا هي أساسية في عملية أو في صناعة الفتوى وهي قضية أن الفتوى متغيرة لتغير الزمان والمكان والحال تعبد صناعة الفتوى ده صحيح؟ دقيق؟ نحن عملية صناعية بروشتز يعني نحن أمام مهنة مهنة